بسم الله الحمد لله وصلاة وسلامه رسول الله أخذنا في الدرس الماضي أقسام الدعاء بكرنا أن الشرك يكون في الدعاء في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة فيما لا أقدر عليه إلا الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم بقى تشيكي سواق تبس دواهم تلير نايتك جانايتك دوا دوا دا بل جون شلق بلقات قايس قايس اللوچر دا قچام دوا يبرطة يبرط بوقن دوا نتونه جانا دوا سورو دوا قلتا اللاحتان باشقا بلو دون قولنان جلبة جندرسنه أدم اللاحتان باشقا بلو سوري ترغم بلسا إذن ها قسم الأول شرك في الدعاء نمك بلنش تورو دوا داغي بلغان شرك الثاني الشرك في المحبة ايكينش تورو بل سيو سيو دوغان شرك نعم الأصل أننا نحب الله ولا نحب أحد مع الله نيجزان دولوت بيزا اللاحت سيوش 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 كريك لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مساوي المحبة الله نعم إذن عندنا نوع ثاني من الشرك هو شرك في المحبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم لا هذا بالطاعة ومن الناس يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذا الشرك في المحبة نعم تمكيب لكي نقول شرك لكن يقول لكي نقول سييدة وبلغون شرك مثال الله تعالى قرآن قال الله أذكر أن الله تعالى الله تعالى سيادة و سيادة و سيادة الثالث الشرك في الطاعة لا طاعة المخلوق في معصية الخالق نعم الرابع الشرك في النية والإرادة والقصد الثالث الشرك في النية والإرادة والقصد الشرك في الدعاء شرك في المحبة شرك في الطاعة شرك في النية والإرادة والقصد نعم المحبة نحب الله ولا نحب أحد مع الله الثالث نقدم طاعة الله سبحانه وتعالى على طاعة كل أحد شرك في التوقTime شرك في النية والإرادة والدő استعالى على طاعة الناس لا يمكن أن تكون السلام إلا للآة يعني ما تكون النية نكتصل لله لا ثم ومرا القالить للناس الثالث يعني كل الأخ.. كاللغتي نئية